اشتركوا في القناة ونحن نتكلم عن مباراة اليوم وإزاي النادي الاهلي لعب بالتشكيلة إزاي الكابتن حسن محمد تفوق على المدير الفاني محمد عبدالله لنادي الزمالك خلونا في البداية نشيد بالعلاقة اللي بين الاهلي والزمالك النهاردة كان نشيء الاهلي موليده 2005 فيما لعب نادي الزمالك في ميت عقبة بيلعب مباراة في الجولة الختمية في بطولة الدوري في المرحلة الأخيرة لتحديد بطل بطولة دوري الشباب 2005 النهاردة كان فيه استقبال رائع جدا من مسؤولي نادي الزمالك لكل لعب النادي الاهلي لكل الجهاز الفني لكل الجهاز الإداري والطبي النهاردة لقوا استقبال رائع من بداية دخول لعب النادي الاهلي بوابة نادي الزمالك لازم نشيد بالعلاقة دي ولازم نبروزها ولازم نوضحها علشان ناستعرف ان العلاقة دائما وأبدا هتفضل بين الاهلي والزمالك بالشكل اللي أنا بقوله ده ممكن فترة من الفطرات ما كانتش الأمور على ما يراها بسبب أشخاص لكن أنا بؤكد في الوقت الحالي العلاقة مميزة جدا النهاردة كان كل المسؤولين في نادي الزمالك كل شوية يدخلوا قط اللبس ليه؟ لعب النادي الاهلي والجهاز الفني لو محتاجين أي حاجة احنا تحت عمركم وانتوا موجودين هنا في بيتكم بعد المباراة ما انتهت كمان ترك أم نادي الزمالك لعب النادي الاهلي والجهاز الفني يغنوا ويفرحوا ويرقصوا ويحتفلوا بفزهم النهاردة على نادي الزمالك في ملعب ميت عقبة النهاردة كل مجلس إدارة نادي الزمالك كان موجود في المباراة كابتن حسين لبيب وكل أعضاء مجلس نادي الزمالك كانوا بيتابعوا مباراة الأهلي والزمالك النهاردة كل المسؤولين في نادي الزمالك كل الأجهزة الفنية علشان كده لازم نبروز العلاقة دي قبل الأمور الفنية قبل ما هنتكلم عن فوز الأهلي الكبير النهاردة قبل تفاصيل الفنية لازم نبرز العلاقة دي حتى بعد النادي الأهلي ما خلص المباراة الأمن في نادي الزمالك فضلوا مع لعب النادي الأهلي يخرجوهم لما وصلوهم أوتوبيس النادي الأهلي هي دي العلاقة يا جماعة العلاقة دي ما ظهرتش النهاردة ارجع وراء شوية ويشوف مباراة الأهلي والزمالك اللي كانت موجودة في ملاعب النشئين في مدينة ناصر فريق 2007 وأيضا فاز النادي الأهلي في اللحظات الأخيرة في المباراة عن طريق تاحة مهاجم 2007 برضو المعاملة بالمثل منذ قدوم لعب نادي الزمالك ملاعب النشئين في مدينة ناصر لقوا استقبال أكثر من رائع كل المسؤولين في النادي الأهلي بدأ من كابتن وليد سليمان كابتن محمد شوقي كابتن بدر رجب مدير فرع النادي الأهلي في مدينة ناصر كل الأمن برضو كانوا في استقبال لعب نادي الزمالك وجهزهم الفني والإداري والطبي علشان كده بنشوف المعاملة بالمثل وهي دي العلاقة اللي إن شاء الله هتفضل على مر السنين ما بين الأهلي والزمالك المكسب والخسارة بيجي بعد كده لكن هي دي العلاقة اللي احنا لازم نبروزها ولازم نؤكد عليها ولازم نقول إن هي دي العلاقات المحترمة اللي بتبدأ بين الإدارات تعالوا بنا نتكلم عن التحليل الفني لمباراة اليوم دي المرحلة الأخيرة أو أول مباراة في المرحلة والتصفيات النهائية لتحديد بطل بطول الدوري 2005 بطولة الجمهورية المباراة كانت في ملعب مئة عقبة تعالوا نشوفي التشكيل اللي ابتدى به الكابتن حسن محمد النهاردة لقاء اليوم رغم الغيابات الكثيرة للنادي الأهلي النادي الأهلي كان عنده عدد كبير جدا من اللاعبين غايب عن برات اليوم هقول لكم مين لكن لما أستعرض مع حضراتكو التشكيل الأهلي النهاردة لعب بطريقة أربعة تلاتة واحد اتنين في حراسة المرمى حازم جمال خط الظهر من اليمين يوسف ساد عبد الحفيز لعب باك رايت نما السكين أحمد عبدين ومعتز محمد باك ليفت محمود لبيب ولعب الكابتن حسن محمد تلاتة في وسط الملعب أحمد وحيد ويوسف جمال وطرق فوزي وفي الأمام رقم عشرة صنع ألعاب فارس خالد وفي الهجوم إبراهيم عادل ومحمد أحمد شيب والتشكيل قدامنا كده رغم الغيابات الغيابات اللي موجودة في النادي الأهلي لما نقول أحمد خالد كباكة خرج للأعارة ومحمد زعلوك للأعارة المودرن فيوتشر بنقول عبدالله بستنجي خرج إعارة لنادي سموحة فيه كان بعض الإصابات محمد عبدالله واحد من نجوم الفريق واحد من اللاعبين المميزين اللي غاب على اللقاء اليوم النهاردة لما تشوف عدد من اللعبة الكتير غايبة عن النادي الأهلي وتشوف النهاردة المدير الفني وهو بيقدر يعمل توليفة مميزة يقدر يسيطر بها على المباراة يبقى نقول له النهاردة انت مدرب محترم حافظ إمكانيات لعبيك النهاردة لما تشوف يوسف سيد عبدالحفيز وده واحد من العناصر المميزة النهاردة استعرضنا التشكيل لو سمحت يا أساس سمير يوسف سيد عبدالحفيز ده واحد من اللاعبين المميزين تم تسجيله في القائمة الأفريقية بيلعب باكرايت زي ما احنا شايفين على الشاشة قدامنا وبيلعب في وسط الملعب النهاردة حزم جمال في حراسة المرمى واحد النهاردة تصدى لكرة النهاردة باعتبرها تصدى المباراة في وقت حاسم بعد ما النادي الأهل أحرز الهدف الأول كانت فرصة محقاقة للزمالك تصدى لها حارس المرمى حازم جمال حارس مرمى النادي الأهل أحمد عبدين ومحتز محمد النهاردة عمله ثنائية في خط الدفاع رائعة كل الكرات العالية كل الكرات الطويلة قطع الكرات تحضير الهجمات كل الركنيات حتى النهاردة أحمد عبدين النهاردة برضو شال كرة كان خطرة لنادي الزمالك معتز محمد بخبراته الكبيرة النهاردة اتنين عمله ثنائية واثنين من نجوم المباراة أحمد عبدين ومحتز محمد محمود لبيب باكليفت قدى النهاردة أداء أكثر من رائعة أحمد وحيد النهاردة كان صمام الأمان في وسط الملعب يوسف جمال ده لعيب كابتن حسن محمد وظفه من الباكريت وحطه في قلب الملعب بعد ععارة أحمد خالد كباكا النهاردة قدر يوظفه في وسط الملعب هو وطارق فوزي المايسترو بقى بتاع الفريق ده فارس خالد وافتكروا معايا الاسم ده فارس خالد ده واحد من نجوم فريق 2005 واحد من نجوم وانتخبنا الوطني بقيادة كابتن وارياد 2005 النهاردة قدم مباراة رائعة وعمل هدف أسست رائع لمحمد أحمد شيبة اللي النهاردة كان هو إبراهيم عدر بلعبه ثنائية في الهجوم هو ده التشكيل اللي ابتدى بين نادي الأهلي تعالوا نروح نشوف الأهداف ونحل الأهداف مع بعض النهاردة هدفين حلوين خاصة الهدفين